يقول في كتابه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أسيكم عباد الله ونفسه بتقوى الله العظيم وأحسكم على طاعته أما بعد أجه المؤمنون الكرام في ظل ما يجري في بلادنا من عنف متساعد وقمع وقهر مخالفا لتعاليم الدين الإسلامي يجد الواحد نفسه أمام داعية التحدث عن العنف عنف لفظي يزداد قصوة وشنعة وعنف جسدي لم نعرف مثله في متمعنا الذي كان ينصف بالمسالم العنف الاجتماعي بصفة عامة والعنف الأسري بصفة خاصة وهو مخور خطبتنا اليوم هذا النوع من العنف يعاني قصوتها دحاياه وراء الجدران ولا يدرى به بسبب الخوف أو بسبب النفاق الاجتماعي أو بسبب النفاق الاجتماعي عندنا الذي يظهر الأمور على غير حقيقتها حتى تنفجر في يوم وتظهر الخطة مع الأسف ومع الأسف هذا النوع من العنف لا يدون أحدا حتى الأطفال الصغار بل إن مشاهدتهم للعنف ضد والدتهم أو أبيهم أو الآخرين في البيت في حد ذاته عنف ضدهم فضلا عن العنف اللغزي أو الجسدي الذي يطالهم مباشرة أحيانا ولا شك أن من الحوادث التي نسمعها يوميا ما هي النتيجة للقصوة المستمرة والعنف الضائم اللذي يعيشها البعض داخل البويوت ولم يعالج بالحزم والجدية التي كان يتطلبها جاء في الحديث من أشار إلى أخيه بحديد فإن الملايكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه جانت نيالن ياللمي بروم بنده فيه في اليوم لما هي النتيجة لأخذها فالمنات الآن يبدو أنه هناك فإن الله من المرتدين وانه يهم يرجعني وغ pounds يعني خ줘 الحديث فيدت بإطانة من وغفت في اجزائي الوليل ج role يعني شيئًا من محمد ي scarce نحتكiger لماذا يتعرف الجديدة عمون و cadم أين ذلك يتكون هم يتكون يتكون ي tra Olivان ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر يا ضد الم거وات من عيقهم Renee's mother佐魔 Lamb وافر أيها اللييفة من중에 عندي كنتيявة هناكوز أوداذ إنها ستياة غيراة تصوّث تتفاجalle شبح يوّو من أحدهم أو من 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 أحدهم أو من من منها لدينا هكذا في الأنثار ويسألت مكفل أن يعرف التي تتعرف تكون صحيحة 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 كما تتعرف ما نعرف صحيحة أحدها الأخذ هذه أحساس أننا نحن 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 ترجمة نانسي قنقر 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 بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم ما فيه من الآية وزير الحكيم إنه تعالى برد جواد غفور ورحيم الحمد كل الحمد لله تبارك وتعالى أحمده حمدًا كسيرًا طيبًا مباركًا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الأحبة المسلمون أخلاقياً نرفض أن يرفع أحد أفراد الأسرة الواحدة المعتد عليه بلاغًا ضد إلى الجهات المختصة ضد آخر هو المعتد من نفس الأسرة ومع ذلك لا يوجد حكم في الأسرة يستتم أن يرجع الظالم وينصف المظلم أو على الأقل يحكم بينهما بالعضل مثل هذا الحكم لا يوجد في أغلب الأخيان بل يعالج الأمر باستخفاف غير معقول وبكلام قد يشجع الظالم على الظلم مثله له الحق في أن يعاملك كذلك أو إن لم يزلمك فمن الذي يزلمه أيها الأخوة المؤمنون في ذل النزاع دائم مع عنف مستمر وفي غياب حكم زي سلطة يصل بين الحكم بين الخصم بالعضل قد يخدس ما لا يحمد ما لا يمكن تداركه أبدا والعياذ بالله كما نسأل عنها يوميا ليس لأحد الخق في أن يؤذي أحدا ولو كانت زوجته أو ابنه أو إذن لما دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض ولا يحق لأحد أن يزلم أحدا إذن لما حرم الله الظلم على نفسه وجعله مخرما بين العباد حزار أيها الإخوة من عواقب الاستهانة بأمور نعتبرها صغيرة حظر作 أيها الإخوة ويجب أن نفسك من الح комнаye المشار ويجب أن نفسك من البيئة لكن الحفظ من الأجني والمعارضة لكن الانتقال في نفس الوقت سيبدو لأن اخبار أي حالة مؤسسة وترجمة ترجمة ورشرة و المشاهدة بسبب الوقت في ذلك الوقت يتوقف اللغة وي تشكر برئة سواء و لافكر برئة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر